بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير للجميع إن الصحافة لمهنة سامية وإن شرين أبو عاقلة لأيكونة الإعلام الفلسطيني وقد استشهدت على أرض الوطن في سبيل رسالتها وسعيها الدؤوب لنقل الحقيقة ونحن اليوم سنكون عين الحقيقة لكشف وقائع الجريمة المرتكبة بحقها معززة بالأدلة والبراهين ساعينا أن نجد آذان صاغية لدى المجتمع الدولي لملاحقة قتلت الشهيد أبو عاقلة ومنعهم من الإفلات من العقاب وإذ نتقدم إلى عائلتها بأحر التعازي وأصدق مشاعر المساواة فإننا ولاحقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن النتائج الأولية لمجريات التحقيق في جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شرين أبو عاقلة والذي أشرنا فيه إلى عقد مؤتمر صحفي بالنتيجة النهائية للتحقيقات بكل شفافية ومهنية ومصداقية وعليه وقبل عرض نتائج التحقيقات نرى أنه لا بد من بيان أهم الإجراءات التحقيقية التي باشرتها النيابة العامة فور علمها بالجريمة وذلك عند وصول جثمان الشهيدة شرين أبو عاقلة إلى مستشفى ابن سينة في مدينة جنين إذ انتقلت النيابة العامة مباشرة إلى المشفى برفقة فريق من الطب العدلي والأدلة الجنائية لإجراء الكشف الظاهري على الجثمان كما تقرر إحالة الجثمان إلى محهد الطب الشرعي في مستشفى جامعة النجاح الوطنية لإجراء عملية التشريح من قبل فريق متخصص في الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بالنتائج لغايات الوقوف على السبب المباشر للوفاء وظروفها وطبيعتها كما وتم تكليف خبراء الأدلة الجنائية في الشرطة الفلسطينية بمعاينة مصرح الجريمة وكذلك تم سماع شهود الواقعة الذين كانوا متواجدين في مصرح الجريمة عند وقوعها بالإضافة إلى رصد وتحليل عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت الجريمة بالإضافة إلى إحالة المقذوف الناري المستخرج من الجثمان والخوذة والسطر الواقية التي كانت الشهيدة ترتديها إلى مختبر الأدلة الجنائية لإجراء الخبرة الفنية اللازمة وإعداد تقرير فني بالشأن وبنتيجة التحقيقات التي أجريت بالملف التحقيق الذي حمل الرقم 1423 على 2022 تحقيق نيابة جنين فقد خلصنا إلى النتائج الآتية أولاً إنه في صباح يوم الأربعاء الموافق 11.05.2022 وما بين الساعة السادسة إلى السادسة والنصف وأثناء تواجد عدد من الصحفيين ومن ضمنهم الشهيدة أبو عاقلة بالقرب من دوار العودة في مدينة جنين للتغطية الصحفية للعملية العسكرية لكوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم جنين حيث كان جميع الصحفيين يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه دولياً ومحلياً والمتمثل بخوذة الرأس والستر الواقية والتي تحمل علامات واضحة تشير إلى هوية الصحافة والمتمثلة بكلمة إبريس باللغة الإنجليزية وكانوا يقفون في مكان معروف للكافة بكونه مكاناً لتجمع الصحفيين وفي الجهة المقابلة لهم وعلى بعد حوالي ميتين متر في الطريق الفرعي المؤدي للمخيم الجديد ومنطقة الجبريات كانت تتمركز كوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منتصف الشارع وكون أن الشارع الفرعي المتوقف في وسطه قوات الاحتلال مستقيم ومكشوف فلم يكن هناك ما يعيك الرؤية لتلك الكوة حيث مكث الصحفيون فترة من الوقت على مدخل الطريق الفرعي المذكور بما يؤكد رؤية قوة الاحتلال للصحفيين بشكل جليل وبعد أن قام الصحفيون الأربعة باتباع الإجراءات المتعارف عليها في التغطية الميدانية بأن قاموا بالكشف وإظهار أنفسهم وبلباسهم الصحفي لكوات الاحتلال بدأوا بالتقدم في الشارع الفرعي مسافة أمطار قليلة ولم يصدر عن كوات الاحتلال أي إشارة تفيدهم بعدم الاقتراب أو التراجع ومباشرة بدأت كوات الاحتلال المتمركزة في وسط الشارع بإطلاق الأعير النارية اتجاههم الأمر الذي دفع الصحفيين للانسحاب من المكان ومحاولة الاحتماء وأثناء ذلك أصيب الصحفي علي سمودي برصاصة مباشرة في الجهة العليا اليسرى من الظهر واستمر جنود الاحتلال باستهداف الصحفيين رغم محاولتهم الهروب من المكان حيث كان إطلاق النار بشكل متقطع ومباشر ثانيا ثبت قيام أحد أفراد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منتصف الشارع الفرعي بإطلاق عيار ناري أصاب الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاكلة بشكل مباشر في الرأس من الجهة الخلفية اليسرى أثناء محاولتها الهرب من الطلقات النارية المتتالية التي أطلقها جنود الاحتلال وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي من أن سبب الوفاء هو تهتك مادة الدماغ الناجم عن الإصابة بمكذوف ناري في الرأس من الجهة اليسرى إلى اليمين وبمصار من الأسفل إلى الأعلى ومن الخلف إلى الأمام بما يفيد أن الشهيدة أبو عاكلة كانت بوضعية هروب وانحناء إلى الأمام وتبين ذلك من خلال جرح المدخل ومصار المكذوف الناري الذي ارتطم بعد خروجه من الجمجمة بالجدار الداخلي لخوذة الرأس وارتد ليستقر داخل أنسجة الدماغ المتهتكة أسفل جرح المخرج كما وتوصل التقرير أنه وبناء على حجم التهتك الواسع والكسور المتعددة لعظمة الجمجمة بأن المكذوف الناري الذي قتل الشهيدة من المكذوفات النارية ذات السرعة العالية ثالثا ومن خلال التقرير الفني الخاص بفحص المكذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة وخوذة الرأس ومعاينة مصرح الجريمة تبين لنا ما يلي أولا إن المكذوف الناري الذي أصاب رأس الشهيدة أبو عاكلة وقتلها يحتوي في مقدمته على جزء حديدي ستيل خارق للدروع ومرمز باللون الأخضر ووفقا للمعايير المعتمدة لذخيرة حلف شمال الأطلسي فهذه الذخيرة خارقة للدروع وهنا تجدر الإشارة إلى أن المكذوف الناري على الرغم من كونه خارق للدروع لم يخترق جدار الخوذة وذلك نظرا لتغير الوسط بعد اصطدامه في عظام الجمجمة حيث بدأ المكذوف بتغيير حركته الكلاسيكية مما أدى إلى خروجه بوضعية مختلفة عن دخوله وهذا ثابت من العلامات الموجودة على المكذوف والخوذة وكذلك من اختلاف قياسات جرح المدخل عن جرح المخرج ثانيا تبين من فحص المكذوف الناري أنه من عيار 5.56 مليمتر وأنه يحمل علامة وخصائص عامة وفردية تتطابق مع العلامات العامة لسلاح من نوع ميني فورتي روجر وهو سلاح نصف آلي قناص ثلاث تبين أن المكذوف الناري قد أصاب رأس الشهيدة بشكل مباشر ولم يصطدم بأي جسم صلب آخر قبل إصابة رأس الشهيدة أبو عاقلة أربعة تبين أن مصدر إطلاق النار كان بشكل مباشر من الناحية الجنوبية لمكان وقوف الشهيدة أبو عاقلة ومن معها من الصحفيين أي من مكان تمركز كوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن نقطة ثابتة في منتصف الشارع ما بين مئة وسبعين إلى مئة وثمانين متر خمسة تبين أن آثار إطلاق النار الموجودة على جذع الشجرة في مصرح الجريمة كانت متركزة ومتلاسقة جميعها وبتتبع مساراتها تبين أنها أطلقت من موقع نقطة واحدة وهو نفس موقع مطلق النار على الشهيدة هذا إلى جانب أن ارتفاعات آثار المكذوفات النارية الموجودة على الشجرة المذكورة كانت بارتفاعات أقلها مئة وسبعة وعشرين سانطي وأكثرها مئة وثمانية وسبعين سانطي عن الأرض مما يدلل أن مطلق النار كان يستهدف الأجزاء العلوية للجسم مما يؤكد نية القتل وعليه ومن مجمل التحقيقات والأدلة المادية والبينات الشفوية والتقارير الفنية فقد ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف الشهيد أبو عقلة ومجموعة الصحفيين الذين كانوا برفقتها من قبل قوات جيش الاحتلال قد جاء بشكل مباشر ومتعمد وذلك ثابت من نوع السلاح المستخدم مني فورتي روجر ونوع الذخيرة خارق للدروع ومسافة إطلاق النار التي تتراوح بين مئة وسبعين ومئة وثمانين متر من مكان تواجد الشهيد أبو عقلة في مكان مفتوح دون أي عوائق للرؤية وكذلك طبيعة ومكان الإصابة في الرأس من الخلف بوضعية الهروب بالإضافة إلى أنها كانت ترتدي زي الصحافة بشكل واضح وجلي لكوات جيش الاحتلال مطلق النار ومتواجدة في منطقة متعارف عليها كمنطقة لتجمع الصحفيين على وعلى أن مصار إطلاق النار كان في منطقة مفتوحة كما أن كوات جيش الاحتلال مطلقة النار كانت تستهدف الأجزاء العلوية للجسم بنية القتل إلى جانب استمرار تلك القوة بإطلاق النار بعد سقوط الشهيدة اتجاه كل من حاول الوصول لإسعافها أو مساعدتها وهو ما وثقته مقاطع الفيديو التي تم رصدها وتحليلها لدينا هذا فضلا عن أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أي مواجهات مسلحة أو مظاهر الاشتباك مسلح مع الكوات الاحتلالية المتمركزة أو حتى إلقاء حجارة اتجاه تلك الكوة مما يؤكد أن مصدر إطلاق النار الوحيد في المكان كان من قبل كوات الاحتلال وبهدف القتل وعليه فإن مجمل هذه الوقائع المرتكبة من قبل كوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمثبتة بالأدلة الدامغة تشكل أركان وعناصر جريمة القتل الواقعة على الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقل وأركان وعناصر جريمة الشروع بالقتل العمد الواقعة على الصحفي علي سمودي وباقي الصحفيين المرافقين لها وذلك وفقا للقوانين الوطنية السارية كما وتشكل في الوقت ذاته جريمة حرب وفقا للمواثيق والمعايير الدولية وقد قمنا ظهر هذا اليوم بتسليم فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن نسخة عن كامل ملف التحقيق وهنا لا بد من الإشادة بموقف فخامته الداعم للنيابة العامة منذ البداية في إجراء تحقيق مستقل في الجريمة كما لا يفوتنا شكر طواقم الشرطة الفلسطينية والطب العدلي التي ساندت النيابة العامة في إنجاز تحقيقاتها وفي الختام نشير أن تضافر الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي سيكون له الأثر الأكبر في صون وحماية حقوق الفلسطينيين وسيكون حجر الأساس في ملاحقة قتلة الشهيدة شيرين وكل من سبقوها من مدنيين عزل ومهما استمر المحتلة في جرائمه فهذا لم ولن يثني شعبنا بالمطالبة والسعي لنيل حقوقه المشروعة ولن يثنينا ذلك عن كشف وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع رحم الله شهيدة كلمة الحق ورحم الله الله شهداء فلسطين كافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة